عمر السلية بصراح قدم مباراة كبيرة جدا وبيواصل التقلق في الفترة الاخيرة لو استعرضنا ارقام عمر السلية هنلاقي ان يمكن عمر السلية طبعا احرز هدف عدد التمريرات القصيارة هو يعني عمل 59 تمريرة عدد التمريرات القصيارة بتاعت عمر السلية 41 تمريرة قصيارة صح واربعة خطأ اكتر لعب عامل تمريرات طولية في المباراة ايمن اشرف وعمر السلية لتنين مع بعض متساويين 14 تمريرة طولية منهم 9 صح يعني من ال 14 تمريرة 9 صح ايه كمان عمر السلية اكتر لعب عمل محاولات على المرمة 3 محاولات مع جونيور اجيه برضو عمل 3 محاولات مع افشو عمل 3 محاولات ولكن عمر السلية بيتفوق عليهم ان هو اكتر لعب في النادي الاهل النهاردة كلم حاولات صح ما بين الثلاث خشبات محاولتين يعني محاولتين من ثلاثة كمان عمر السلية صنع فرصتين بالنسبة لاستعادة الكرة التانية اللي احنا بنتكلم عليها دايما هو أكتر لعب استعاد الكرة الثانية 13 مرة قطع الكرة 9 مرات مراوغات ناكحة 1 أكتر لعب حصل على أخطاء 6 أخطاء يعني فاس بأخطاء للنادي الأهلي دك التمريرات القصيرة هو 41 تمرير قصيرة صحة من 45 عمر السلية باستحق التحية بصراحة على الأداء في الفترة الأخيرة وعلى الدور اللي احنا دايما بنتكلم عنه في استعادة الكرة الثانية لفايلر اللي هو نجمع المباراة النهاردة عمر السلية رقم 1 رقم 2 أحمد فاتح